فاسألنا من قبلك إلا نجالا نوحي إليهم فاسألوا أهلا لكري إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين كرام أهلا ومرحبا بكم الله أسألوا أن يتقبل منكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكم ممن يستنون القول فيتبعون أحسنها اللهم أمين رب العالمين أهلا بحضراتكم وبرنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكم وقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين رب العالمين السادس عشر من رمضان أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم رمضان وأن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار وأن يعتق رقاب أبائنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا من نار جهنم آمين آمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة شيخ الدعية الإسلامية فضيلة شيخ شعب اندروش أهلا مرحبا شيخنا الكريم أهلا ومرحبا حياكم الله يفسد أحمد صلى الله عز وجل أن يوتيعكم بالصحة والعافية أن ينفعنا بعلمكم الله يكرمك بارك شيخنا الحبيب كان طبعا معنا مكالمة هاتفية من أمس أمات الله كانت سألت سؤالا طبعا كانت في آخر الحلقة فلم نستطع من الإجابة عليها نبدأ بهذا السؤال ثم أسئلت الصفحة ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم بإذن الله تعالى أمات الله تسأل عن أن لها أربعة أولاد زوجها تركهم منذ عام لم ينفق عليهم كان هناك بيت من مالها هي أخذ البيت وكتبه باسم أخيه رفعت قضية وتقول أنا مش عارفة أأخذ حقي ابني في كلية والآخر في الثانوية أو الثانية سنوي وفي آخران وتقول يعني والعزب الله بيأخذ برشام وبنيهدي هذا الزوج أمين يا رب العالمين فماذا تصنع معه الشيخنا الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول لأختنا السائلة أعانك الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يفرج همك وأن ينفس كربك وأن يحفظك وأولادك إن شاء الله تعالى من كل مكروه وسوء لا شك أن هذا الزوج زوج مخطئ بل هو زوج متعد ظالم من أكثر من وجه الوجه الأول أنه ترك زوجته وأبنائه هكذا هملا لا رعاية ولا سؤال ولا حتى النفقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول والأمر الثاني أنه رمى نفسه في أحضان من زين له الباطل فقام على بيت تشاركت فيه معه من حر مالها إلى التحايل على القانون كما يقولون وعلى الحقوق كما يقولون وكتب هذا البيت بيعا وشراءا باسم أخي حتى يعود البيت بعد ذلك ملكية خالصة له وبذلك أكل مالها الذي يعني تعبت فيه وبذلت فيه ما بذلت ولا شك أن الله عز وجل حرم أكل الأموال بيننا بالباطل يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذا المال الباطل الذي أكله من جهد وعرق زوجته لا شك أنه صحت عليه وعلى من أعانه على ذلك ويسر له وتعاون معه لأنه تعاون معه على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى الوجه الثالث أيضا أن هذا زوج معتد ظالم للأسف الشديد لأنه رمى نفسه أيضا في أحضان الشرب البرشام وغير ذلك من أنواع المخدرات التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق وتهدم المرؤة وتهدم الإنسانية معا لا تبقي شيئا في الإنسان هذه المخدرات والعياذ بالله تهدم كل القيم والمبادئ في صاحبها الذي يدمن عليها ناهيك طبعا عن هلكة المال وعن هلكة البدن وبالتالي أحسنت هذه الأخت والسائلة أنها اضطرت اضطرت بعد أكيد طبعا نفاذ الحلول الودية العرفية كما يقولون لاستعادة حقها على الأقل في البيت أو لاستعادة نفقة أولادها من هذا الزوج المتعدي اضطرت بعد فشل هذه الجهود إلى أن ترفع قضية أمام المحكمة تحاول استنقاذ حقها وإن شاء الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يقيد لها قاض واع فاهم يدرك مدى الظلم الذي وقع على هذه المرأة ويدرك نموذج التحايل الذي تحايل به هذا الزوج عليها ويرد لها إن شاء الله عز وجل مظلمتها حتى يكون هذا موصيها بالصبر والاحتساب والمحافظة على نفسها وعلى دينها وعلى أولادها وأن ننبهها أننا الآن في شهر رمضان وللصائم وأنتم لستم فردا وحيدا أبناؤك معك يشعرون بمرارة المظلمة التي وقعت عليهم أيضا من أبيهم وعليك أيضا من أبيهم ففرصة للصائم دعوة مستجابة في رمضان أو ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الصائم حتى يفتر أو حتى حين يفتر فاستفيدوا من هذا الوقت في رمضان واسألوا الله عز وجل في دعوات صادقة أن يصلح حاله وأن يرده إلى دينه ردا جميلة وأن يرفع عنكم هذا الظلم وأن يحفظك ويحفظ أولادك إنه ولي ذلك والقادر علي وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخونا يسأل على صفحة البرنامج ويقول هل يجوز توكيل أحد الجمعيات بإعطائه مال لزكاة الفطر ويقومون بتوزيعه طعاما وأمام مقدار الصاع بالكيلو نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد عليه الصلاة والسلام أنا أقول للأخ السائل نعم ما فعلته أن كثيرا من الناس لا يعلم الفقراء المستحقين بالفعل ويكون هذا عنده يمثل مشكلة لمن أعطي زكاة مالي أو زكاة فطري لكنه إن أعطاها للجمعيات الخيرية المعروفة المرخصة التي تقوم على شأن الفقراء والمساكين والأرامل وهم أضرى بهم وأحصر لهم وأجمع لأسرهم فإن هذا يكون شيئا حسنا إن شاء الله تعالى تصح هذه الوكالة والجمعية تقوم بأخذ الأموال نقدية ثم تشتري بعد ذلك الأطعمة التي تخرج في زكاة الفطري وتصل بها إلى الفقراء حيثهم وإلى المساكين أيضا فهذا إن شاء الله عز وجل عمل طيب وصحيح نسأل الله لنا وله القبول أخيرا الصاع الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطري عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين يمثل بالكيلو ما يقارب الاثنين كيلو ونصف تكون إن شاء الله عز وجل وافية للصاع ووفية للمقدار الذي يخرج عن الشخص الواحد هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم أهلا مرحبا وعليكم وعليكم أيوة نعم تفضل يا أختنا بقولك لو سمحتي هو وجوتي فعبان أو عايز فعبان مريض شفاء الله عفاه فعبان نفسيا شفاء الله عفاه شفاء الله عفاه هو بيحنف على بيحنف علي طلقاتك فيه فهو عايزا أعرف طلقاتك بيته هو رمع عليك استفسر منها الاول تعبان نفسيا يعني ايه الشيخنا بيسألك هو يعني ايه تعبان نفسيا يعني بيغيب عن الوعي والعقل مثلا مرد بشكل مرة واحدة مرتين تمام وبعد كده بيقول أنا لا أقصد أو بيبواعي ولا مش واعي ولا إيه لا هو ما نقوله أنت غيبان نجرتك بيقول سلم أهداه الله حاضر ربنا يعفو عنه عنه يا رب طيب شيخنا الكريم ماذا نقول لأختنا الفاضل الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بالطبع نقول لها الله يعينك كما يقولون دعاء من القلب أن يعينها الله عز وجل على أن تحتمل مرارة العيش مع هذا الزوج اللي مريض بسوء الظن أو مريض بالشك فحقيقة متعب يعني المعيشة معه في غاية الإرهاق لو لا أن الله عز وجل يمن عليها بالصبر والاحتمال والمحافظة يعني على أولادها وغير ذلك لكن الزوج الشكاك يعني لو أن زوجته غيرت ملابسها غيرت ليه لو أن الزوجة فتحت شباكا فتحت ليه أغلقت أغلقت ليه لو أنها نشرت غسيلها إزاي لو أنها طبخت طبيقها اشمعنا لو 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 كثير الشك جدا وهذا نوع من الأمراض النفسية الحقيقة يعني ينصح في هذا المقام أنه لا يبقى هكذا يعني مستسلم للمرض إنما على أهله والمقربون منه أن يذهبوا به إلى الطبيب المختص مريد طبيب النفسية والعصبية لعله إن شاء الله عز وجل أن يعان ببعض الأدوية التي تضبط هذا السلوك عنده لكن مسألة الطلاق إنه كثير الحلف بالطلاق كونوا مريد بالشك هذا ليس رمى مرتين اليمين طيب كونوا مريد بالشك هذا ليس مبررا أن يعني نعفي من مسألة الطلاق لأنه هو مدرك وواعي وعاقل وحاضر الزهن ليس مجنونا يعني ومنها أمر الطلاق لكن أنا لا أدري ما هي الصيغة اليمين التي قالها لزوجتي لكن على سبيل المثال لعلها تقصد أنه دائما أو قال لها مرتين لا طلاق صريح طلاق صحيح على العموم إذا قال لها أن تطالق باللفظ الصريح فإن هذا الطلاق يقع عند عمة أهل العلم لأنه ليس مجنونا ولا سفيها لكن لو قال علي الطلاق إنما لو كان اليمين اللي هاتي رماها كما يقولون مسألة علي الطلاق من بيته ومن تبيته علي الطلاق مش عارف إيه علي الطلاق إيه ففي هذا الحال سيكون الأمر أهون كثيرا كثيرا فأغلب هؤلاء لا ينوي ولا يقصد به الطلاق ساعتها نقول التوبة لله عز وجل من الحال في بغير الله ثم إن أوقعت المرأة أو الزوجة اليمين عليه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين إن كان مستطيعا وإلا صام ثلاثة أيام إن شاء الله بعد رمضان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على المبيه محمد عليه الصلاة والسلام من معنا السلام عليكم وحبه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمات الله أهلا ورحبا يا اختنات فضال أهلا بيه بالنسبة للسجدة اللي في التلاوة في سجدات كتير بتبقى وراء بعض يعني فبسجد أول سجدة لما يبقوا وراء بعض وبعدين ممكن ساعات بقول سبحان الله والحمد لا إله إلا الله والله أكبر التسبحات أربع مرات بدل السجدة وساعات بسجد وأنا قعدة مع العلم أنا بصلي وأنا وقف عادي يعني بسجد تحت في الأرض وكده فهل ينفع أسجد وأنا قعدة سجدة التلاوة وبعدين أنا بصلي فرض مع كل فرض يعني يفايت يعني يعني كده لو قضى يعني فساعات ببقى برة مأيادوبك نقدر نصلي الفرض بس ساعات ببقى مشغولة أو عندي ناس أو بتاع بصلي الفرض الأساسي بس وبسيب التاني هل كده بسيب الفرض الأضاء يعني فهل كده أبقى يعني باخد زنب أو بينقص الثواب وبعدين معلش السؤال الثالث كان فضلتي الشيخ بيقول ستة أردب على زكاة الحبوب بيقول ستمائة وخمسين أردب في مرة على زكاة الحبوب لما تبلغ النصاب النصاب بتاعها ستمائة أردب أو ستمائة وخمسين شيخنا اسأله حب طيب حب وبعدين كان فيه شيخ تاني المسير أصلي كنت كتبى الفتوى بتاعها الله يرحم بيقول ستة أردب وربع فالأردب يعني الأردب مية وخمسين كيلو بعدين الشيخ عندي فاتوة الشيخ عطية سقر بيقول لما يبلغ كده كده بحث علمي عامة الله نعم الله يرحمهم طبعا يرحم الدكتور مصير ورحم الدكتور عطية سقر أمين يا رب العالمين ويرحم جميع علمائنا أمين أمين يا رب لا أنا بس شوف إن النصاب النصاب مختلف في الفتوى دي في أي النصاب أهم يعني أكتر طيب طيب معلش السؤال اللي سألت السنة البارح اللي بتقول هي عاملة جمعية وبتاخدها التاسعة فضلت الشيخ رد عليها وقال لها تطلع زكاة أول ما تاخدها اللي تضم ده على المال اللي هو على النصاب بتاعها لو في يعني طب لو هو ما عندهاش فلوس أصلا وهي لسه واخدها بلغت النصاب مش تستنى عليها لما يحول عليها الحول ولا تطلع النصاب أول ما يجي لها المبلغ حاض فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا أمات الله متصل أخرى معنا ولا ننقطع لاتصال سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك تستخدم الحمد لله رب العالمين أهل ومرحبا اللي سنة وانت طيب وحضرتك بخير وصحة وسلامة تفضل يا فاني الله يخليك هم بعثوني رسالة على قناة النادة في التليفون أنا مش فاهمة إزاي أدعمها بعتلك رسالة موكتوب فيها أرقام حسابات أنا مش فاهمة فيها يعني أعمل إيه طيب حاضر الرسالة الشؤال الثاني طيب أقولك على حاجة هم في الكنترول الأخ موجود هيقول لحضرتك حالا عشان وقت البرنامج وجزاك الله خير يعني ما تقفلش السكة وهم هيكلموك في الكنترول تعمل إيه فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي رسالة واضحة لكن يعني الشباب في الكنترول هيرضوا على حضرتك إن شاء الله يا الله نعم شيخنا الكريم أمات الله سألت عدة أسئلة سجدة التلاوة لو هي أكثر من يعني تحيانا بتبقى سجدات متتاليات ويبدو من سن أختنا أنها امرأة كبيرة ربنا أديها الصحة والعافية يا رب ممكن تسجد الأولى والأخ والأخريات حاضر من معنا؟ السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها أختنا فضيل بقول لحضرتك الزكاة المال ممكن إن أنا جيب منها ملابس بس لما يشدلهم فلوس؟ ملابس حاضر للفقراء حاضر السؤال الثاني دون المال ممكن إن أنا أدي زكاة لأبني لأن يزروحه يعني تعبانة هو وبنته؟ حاضر السؤال الثالث أختي كلما جاء أكلمها أطعاني مش عايزة أتكلمني أبدا لغاية آخر الموضة هريبة وكان في فرح فقلت لأخوي أنا عايزة أكلمها فقال لي لا أيا مش عايزة أتكلمك ولو كلمتها هتحرجت فقلت الناس فأنا مش عارفة وأنا عايزة أغسف سلق الرحم مش أكتر من كده والله الله يبارك في عمرك ويجازكي عنها غيرا حاضر شيء طيب عايزة من اللقاء مع ربنا في سلق الرحم وهي منع أن هي تتكلم معي بتتكلمني ما بتلحقش في نفس الإزواط وحما أطعاني ودي الوقت رب رب أن هي تتكلمني حتى ابني ضاية ما سألتنيش عليه ولا أي حاجة ربنا ربنا أقفضهم جميعا كل سنة أنت طيب وانت طيب يا أمي في أمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخنا الكريم هل لو سجدت سجدة ثم بعد ذلك ذكرت الله عز وجل يعني وأحيان تسجد وهي جالسة نعم شيخنا للتلاوة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أولا سجدة التلاوة ليست فرضا ولا واجبا إنما هي شيء مستحق فإذا تمكن منه العبد وسجد فبهوى نعمة وإلا فلا شيء عليه فهذا أولا ثانيا هل يمكن أن تسجد من جلوس وليس من قيام مع أنها تصلي قائمة نعم يمكن أن تسجد من جلوسها يعني هي جلسة تسجد ولا يشترط في السجدة التلاوة أن تقف ثم تسجد الأمر الثالث أنها تسجد أحيانا وتسبح عن بقية السجدات أحيانا هل هذا يجزئها؟ نعم هذا يجزئها وقد قال به بعض أهل العلم من الحنفية والمالكية أن الإنسان إذا لم يدرك السجدة سبح مكانها بعض التسبيحات سواء التسبيح الذي ذكرته أختنا أو غير ذلك من تسبيح الله عز وجل فإن شاء الله تعالى هذا شيء مجزئ ونسأل الله عز وجل لنا ولها القبول والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تصلي قضاء بعض الصلاة الفائتة مع الفريضة الحالية لكن أحيانا مع انشغالتها أو تكون في الخارج أو هناك ضيوف أو تصلي الفريضة الحالية فقط فهل في ذلك يكون عليها وزر الشيخنا الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وبعد عليه الصلاة والسلام إن شاء الله عز وجل لا وزر عليها إن شغلها شاغل فلم تصلي الفرض الذي تصليه قضاء من الصلوات الفائتة لكن تحاول جاهدة ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تصلي هذه الفوائت مدام غلب على ظنها أن عندها بعض الصلوات الفوائت التي تخضيها فتحاول أن تحافظ عليها قدر المستطاع إلا من عذر كالعذر الذي ذكرته أنها خرجت مثلا خارج البيت أو أنها مرهقة مريضة عبانة أو أن شاغلا داخل البيت شاغلها لكن يكون الأساس أن تحافظ على قضاء بعض ما عليها من الفوائت سواء مع كل وقت وقت أو مع كل وقت أكثر من وقت ويمكن إذا كانت منشغلة أحيانا أو خارج البيت أحيانا أنها إذا رجعت إلى البيت تصلي هذا الفرد الفائت ولا يشترط لها أن تتحين وقته يعني مثلا ممكن تصلي العصر في أي توقيت عصر فائت في أي توقيت أو مغرب فائتة في أي توقيت أنا أفهمت من حضرتك أن الفوائت ملهاش وقت آه لا يعني ممكن تصلي الخمس فرد الفائتة اليوم الموضع معنا ممكن الآن نقوم فنتوضع ونصلي خمس أوقات من اللي علينا الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء لا هو دين على هذا الإنسان يفضل قضاء الفوائتنا فإن شاء الله لا وزر عليك ولا اسم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على النبي نواصل عليه الصلاة والسلام بقية الأسئلة بعد هذا الاتصال حجم محمد السلام عليكم يا أم أحمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله أهلا مرحبا أهلا حضرتك أنا كنت اتصلت مبارح وسألت الشيخ عن بالنسبة إن أنا زوكي عامل مبلغ يعني أي مبلغ يخش لنا بنشيل منه مبلغ للصدقة وكان الشيخ جاودني وكده بس أنا بس يعني بوضح إن هو لما عمل الجزء دوت كان في نيته إن الجزء دوت صدقة ووصلت رحم ولو في حد متعسر يسلفه منه يعني هو نيته لما قال أي حاجة ربنا هيوزقنا بيها بشين منها جزء على جنب كان للصدقة بس ده كان شيخنا بيقول أنا أخشى إنه هما يكونوا ده جاي على حساب الزكاة زكاة المال لا 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 بنا بقول لحضرتك زكاة المال دي حاجة تانية الله أكبر طب الحمد لله أنا سمعت الشيخ أه أه الشيخ بس يعني من باب الاحتراز مش أكثر ده غير زكاة المال خالص زكاة المال إحنا بنحسبها كل سنة في رمضان وحدها على فلوس كلها جمع طب السؤال النهاردة يا موح أفندين السؤال أنا بوضع دي السؤال بقى بالنسبة الزكاة المال دلوقتي فيه واحد يعني حاله يعني بيأكله بيشرب وعايش حياته كده هوت لكن أصابه مرض فلازم مصاريخ علاج هو ما عندوش مصاريخ العلاج بيت هو واحد يعني جار واحد قريبي يعني جار أخويا فإحنا قصصنا الجزء من زكاة المال إنه هيعمل عملية وهتتكلف فلوسه معهوش فدلوقتي أخويا قال إن الناس ادوله كتير وإحنا بربو طلعنا له مبلغ فقال بلاش ندهوله دلوقتي أنا سيبقى مع أخويا وهو هيدوله للك بتاعه وهيبقى على فترات طويلة أنا طلعت نزاكة المبلغ مبلغ ودته لأخويا ليه هو للراجل يعني فهل دوت كده يجوز ولا لازم ادهوله بقى كل هو في إيده ومخلهوش في حتة وندهوله كل شهر المبلغ يعني هل ينفع أخصصه لأخويا وأخويا هو هيدوله لأنه هو جار وهو عارف ظروف وهو اللي بتجيله ولا أجيله بقى المبلغ وخلاص وخلاص كده هوت وجزاكم الله خير وإياكم يا أختنا في عمل الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا فضالي إزاي حضرتك أستاذ أحمد؟ الحمد لله رب العالمين أهلا ومرحبا فيكون الفاضر فيكون الفاضر إزاي حضرتك الله يكرمك يا بنتي بارك الله فيك لو سمحت يا شيك أنا كنت عايز استفسر عن حاجة هاتسوا يا لو سمحت أنا روحنا عند المازون عطا قدر نكتب التتاب وبعدين يعني أهل العريس أبوه أخواته وإحنا كمان روحنا كلنا في المازون كتب العقد وخلنا يعني مضينا وبطلنا وكده بس هو ما ذكرشي سغط العقد وقال من سغط العقد هتتقال في الإشراع في المسجد بعد كده يعني ما قالش للزوج قول كده ولا للوالد الولي كده قول كده لكن مضاكم ووقحكم وبس سؤال ده هتتقال في الإشهار أيوة خلاص ده واضح السؤال شيخنا مش كده حاط فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخنا الكريم في سؤال من أسئلة لا نأخد نكمل أسئلات أمات الله اردب الحبوب الزكاة اختنا الفاضلة تقول إنه عليه النصاب النصاب نعم تقول سامعت نشعرف مين الله يرحمه يعني شيخ عاطية ساكر الدكتور مصير الله يرحمه حضرتكم فهي على أي نصاب تخرج نعم شيخنا الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على السيدنا رسول الله وبعد لكن بس في البداية تصويب أو تصحيح إحنا لم نقل أن نصاب الزكاة الزروع أو الحصاد 300 أردب أبدا إحنا بالعكس يعني 650 أردب لا يا ذكرت إن أنا قلت 300 300 أردب بينما الشيخ قال 6.5 والتاني الشيخ المصير قال مثلا 4.5 أو العكس ستة وربع آه تمام إنما أنا الذي ذكرته بالتحديد قلت أن نصاب 647 كيلو 647 كيلو خليهم يا عمي 650 عشان 47 ديت مطلخبتش الدنيا 650 كيلو يبا يا سامع ظانت أن حظاك قلت 650 أردب آه لا 650 كيلو هذا أوصت أقوال أهل العلم أوصت أقوال أهل العلم فيه فوق وفيه تحت فخلينا مع رأي له هذا أوصت الأقوال ومتحارش نفسك يا عمي طلع ومتحارش نفسك يا عمي طلعا النصاب فيها يعني إن كان الناتج 650 كيلو فصاعدا هذا أوصت الأقوال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني رغم من المسألة فيها بعض الخلافات هذا أوصت الأقوال أوصت الأقوال 650 كيلو 650 كيلو الأستاذ أحمد السلام عليكم أهلا مرحبا يا أستاذ أنا أتفضل أهلا مرحبا أتفضل أهلا مرحبا أتفضل الحمد لله أتفضل أهلا مرحبا أهلا مرحبا أتفضل افضل يعني بالحسن هو يوسي اه انا يعني حتى دخلت عند البيت حضرتك وهو ايه اه اللي انا بحبه بحب انه اختصر يعني هو يوسي اليك ولا بيختصر معلش يعني ازاني وازآني بالكلام حضرتك دلوقتي حتى حتى كن السلام عليكم ما بيوريش فقال ان انا لو لو ما قلت له السلام عليكم ده السلام لو ما لو ما رميتش علي السلام او ما رميتش علي السلام في وزراء علي ولا طيب حضرتك ده السؤال حضرتك حضرتك بيش اغال ثاني فضل بعد ذا حضرتك يعني فيه كان فيه واحد كان نشترك معنا في مقابر من فاطرة كده فكان فيه كان يعني ذا وجده حضرتك بتأكل فحيشة ديكت فاصرة وهو يرى منها ذلك ولا ينكر عليها فهل اذا يعني اردنا اليه ماله يعني لا يدفن معنا يعني لو حضرتك ويعني يعني 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 يدفن هو وزوديته معنا علينا اسم هتديره حق الشراكة بتاعته في المقابر يعني حضرتك هو مشترك معنا في المقابر انا فاهم ده انت هترفضه بناء على ايه مش هو شريك دفع مال في المقابر اه حضرتك معنا مال من فاطرة حب جرميل هتردوا اليه الشركة بتاعته عشان تبقى يا سيدي انا تجاوز الجزئية دي انتو انتو قربنا يا عافينا وعافيها اه انتو مش هعايزينهم يدفنوا معاكم هتدوم الفلوس بتاعتهم خلاص مش هكرا على اتصالك ربنا يحسن لنا ولهم الختام امين يا رب العالمين اجل عدم الدفن معنا حاضر فامان الله صلى الله عليه وسطرنا وياكم بسيطه الجميع نعم شيخنا الكريم الجمعية امت الله تسأل مسألت لو هي الاخت عبضت الجمعية التاسع شهر التاسع ولم يكن عندها مال بلغ النصاب الا هذا المال الذي اخذته في الشهر التاسع هل تنتظر حول الحول ام ماذا تفعل الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله وبعد لو كان السؤال بهذا المعنى سنقول لها اذا كان مبلغ الجمعية بلغ النصاب اذا هننتظر حتى يتحقق الشرط الثاني الا وهو ان يحول عليه الحول لكن اختنا السائلة اه تقول انا معي فلوس بلغت النصاب وحال عليها الحول وكمان عبضة جمعية هي في نفسها نصاب فماذا افعل فقلنا ضمي هذه الجمعية الى الفلوس اللي معاك التي بلغت النصاب وحال عليها الحول عشان ما يختلفش عليك الحول هنتعافى في الجمعية دي وانضمها من غير ما تاخد الحول بتاعها ولا حاجة تبقى ضمن الحول بتاع الست صاحبة المال عشان ينتظم بعد كده الزكاة حولا واحدا لجميع المال وإلا بعد كم شهر ايبع عندها الحول بتاع المبلغ ده وبعد شهرين ايبع عندها حول بتاع المبلغ التالت وهكذا وده شيء مرهق للمزكي فقلنا للاخت السائلة امس ضمي فلوسك بتاعت الجمعية الى الفلوس الاخرى التي بلغت النصاب وبالفعل حال عليها الحول وتعافي عن الحول بتاع الجمعية دي عشان ينتظم دفع الزكاة عندك على رأس كل حول هذا ما ذكرناه امس لاختنا السائلة والله اعلم وصلى الله وسلم وبركة على النبي علي الصلاة والسلام امت الله زكاة المال ملابس نعم هل ممكن انها تخرج زكاة المال ملابس او هو يعني للفقراء دون المال شيخنا الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد طبعا انا يعني تعليقي هذا لا اقصد بي اختنا السائلة لكن شوف احوال الناس يا سيد احمد اذا قلنا زكاة الفطر من جنس ما افترضها فيه رسول الله تطلع فطر يقولوا مال واذا قلنا زكاة المال من جنس ما افترضها الله فيه وهو المال يقولوا ملابس او اطعمة لو اننا وقفنا على الاصل المشروع لكان خيرا الافضل فزكاة المال مال وزكاة الحصاد حصاد وزكاة الماشية ماشية وزكاة الفطر فطر يعني طعام ايه لا عنده الضرورة ايه هي الضرورة؟ يعني ضرورة مثلا عندنا زكاة ماء ولو اعطناها هذا الرجل هيروح يسرف في استخدام هذا المال او يسيء في استخدام هذا المال فحنا عشان نمنع الاساءة بتاعته في المال او نمنع الاسراب بتاعه نشوف حاجاته عايز ايه الرجل ده عايز اكله شرب نروح جابله بها اكله شرب يجوز اه يجوز في الحالة دي او نشوف حاجته عايزين ملابس لنفسه والاولاد والزوجته نجيب ملابس ايه نجيب ملابس مع الوضع في الاعتبار دي حالة ايه؟ اقترار لكن الاصل ان زكاة المال تبقى مال وزكاة الحصاد حصاد وزكاة الفطر فطر من جنس ما افترضها فيه الشرع الحنيف والله اعلم وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام نعم شيخنا الكريم ايضا هل لها ان تخرج زكاة المال لابنها وابنته لظروفهم المعيشية؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد عليه الصلاة والسلام لقد ذكرنا تقريبا في حلقات هذا الاسبوع ربما اول حلقة يوم الاحد او اخر حلقة في الاسبوع الماضي ان الزكاة لا يجوز اعطاؤها لا لاصولنا ولا لفروعنا لا لاصولنا العليا يعني اباءنا وامهاتنا ولا لفروعنا يعني بنتنا وابنائنا انما الاحفاد شيخنا؟ نعم ابناؤنا وبناتنا وان نزل انما حنتصور ان الابن محتاج اما لما الابن محتاج امه تنفق عليه من الاصل تتديره من فلوسها مش من الزكاة اما هي ام والام في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن راعيتها او الاب يتديره طب هو التزوج واستقل بحياته يعني يروح يستلف ولا ياخد من والدته تمام يعني رغم انه هو استقل بحياته لكن مازال لا ناشي المثال اللي انا قلته ليستلف ده لا يروح يقبل زكاة الاخرين ولا ياخد من فلوس والدته من حر ماليها او من حر مالي والده ايوهما اكرم لابننا صحيح نديه من الزكاة اللي استغفر الله عشان بس لحدش يسيء فهمنا الزكاة دي كما ورد في الاثر انها اوساخ الناس اوساخ الناس يعني ايه يعني طهرت المال المال بيتطهر فبنطلع منه الزكاة فنعطيه لابننا ولا البنتنا ولا الابونا ولا الامنا لا طبعا ما صحيح انما نعطي ابننا وبنتنا وابونا وامنا من اين من حر مالنا وندع الزكاة للمستحقين خشية كمان في حاجة مهمة دايما انا بذكرها ان يكون الموضوع بيخش فيه من قريب او من بعيد ما اسألت العطيفة والمجاملة والكلام ده وزيتنا في دقيئنا واصل الواد ظروف اتعبانا شوية والاصل مش عارف ايه واصل ايه لا منعا لهذا كل الزكاة جماعة والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروب فدي حق الفقراء ما ينفعش اديها البنت ولا الابني بدعوة انه خلي زيتنا في دقيئنا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليش بوضح حاجة بالنسبة للفرد اللي انا بصليه قضى مع الفرد ده انا بصليه يعني سمحت انش واحد صالح كان بيصلي كده من من الاولية بيعيد حياته يعني مرتين وكده صلاح فعجبتني الفكرة فانا بصليها مش قضى يعني يعني تطوع 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 ومنه ممكن تطوع يعني انتي تتمثلين هذا الرجل الصالح اللي حضرتك ذكرتي له اه ممكن تطوع وممكن لو حصل علي الفرد وانا صغيرة جدا مش عارف يعني احتمال لا بس انا عايز اصحح لحضرتك بقى الموقف فاقول لحضرتك بلاش بقى نية حكات التطوع دي مدام احصلي ربما يكون فيه فرد وانا صغيرة سقط منه ولا حاجة ما نخليها فرد بنية صريحة وانشيل قصة التطوع دي والتمثل بالولي ولا العبد الصالح اللي اسمعنا قصته ولا العالم اللي اسمعنا قصته لان لو احنا قلنا ان الصلوات دي دي مش قضى دي تمثل بالرجل الصالح بقى التطوع والتطوع لو صلينا مليار ركعة تطوع لا تغني عن ركعة واحدة فريضة سقطت عنا زمان او سقطت منا زمان فالاسلم ايه بقى والاقمن ايه خليها من الفوائد خليها قضى من الفوائد على طوك احسن لانه وارد ان كلنا هده خليها قضى من الفوائد احسن بهذه النية الجازمة بلاش النية المرجالة دي كما يقولون جزاك الله خيرا نعم شيخنا الكريم اختيم اطعاني ناس الله العفو العفية ورغم ان الاخت المتصلة تحاول وتلح وتحاول ولكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم اهلا مرحبا السلام عليكم عليكم السلام اطبع بركاته فقط من شيخ دواء لو لايه وحبيت فتحرك مع سهلت النجم جزاكم الله خيرا الله يرضى عنا عنكم ويحفظكم ويحفظ المسلمين وياكم ويبتنى فأمان الله عليكم السلام عليكم الحاح وإصرار عجيب يعني من الطرفين الحمد لله الأخت المتصلة تريد أن تصل أختها وتقول أنا أخاف من لقاء ربي يوم القيامة عشان صلاة الرحم وهي ترفض بشدة رغم أن الأخ يعني توسط ولم يفلح نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نقول لأختنا السائلة اثبتي على ما أنت عليه فما أنت عليه خير ألا وهو حرصك على صلة الرحم والكلام مع أختك والسؤال والسلام عليها مهما أبت مهما تمنعت مهما قطعت مهما خاصمت خليك أنت ثابت على هذا الطريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق شلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيره من الذي يبدأ بالسلام فخليك أنت الأخير وخليك أنت الأفضل وخليك أنت الأصبر والأحلم ثانيا صلة الرحم الحقيقية هي ما تفعلينه أنت الآن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ سلمت علي أسلم عليها سألت عني أسأل عنها ظلتني أزورها لا ده ده المكافئ الواصل بالصورة دي اللي هو وحدة بوحدة ده اسمه المكافئ وليس الواصل المكافئ يعني اللي بيهد وحدة أصد وحدة يعني إنما قال عليه الصلاة والسلام وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها فأنت خليك على ما أنت عليه أجرك على الله تبارك وتعالى محفوظ محفوظ وأما هي فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليكم وعلى الله وبركاته مولي كلم السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا الله يرحبك فضالي هاتي السؤال يا أختنا الله يرضى عنك طالب لو سمع سمى في كنف وحدة هاي أنا بكلمك أنت بس أنت يتمع عليها ترفيزون فسمع راجع الهواء ابعيد عن الترفيزون وسمعهم التلفون فضالي وحضرتك طيبة اتفضالي يا أختنا من جاء على مين عليها هاتي السؤال الله يحفظك يا سيدي أنا بكلمك أنت ابعيد عن الترفيزون الله يرضى عنك لو سمع اتفضالي ايوة ايوة المهم أنا دراسي كتتواجعني النهاردة فطر ايه فطر دراسي كتتواجعني ايه فطر ربنا يشفيك وعفيك ربنا يكفيك شر ألم الدروس وجميع الأمراض يا رب أنا كان عندي بيت كان عندي بيت أقولك السؤال الثاني يعني أنت النهاردة بسبب دروسك وألم الدروس أفطرتي سأل وقت أم عشان تاخذي حاجة مسكينة ولا حاجة ربنا عفيك السؤال الثاني ايه السؤال الثاني ايه يا مات الله سأقولك السؤال الثاني لو سمح سأقولك السؤال الثاني السؤال الثاني أنا كان عندي بيت كارول يخو كارول يخو ايه ايه هو فأيه مهم أنا عندها ايه خاد المفتاح مني ديب وقفلوا وعطبيعوا قال لكم فتعيز منه سبع ثلاث جنيه ما تسمعيش نفسك يا وقتنا ابعدي عن التلفزيون الله يرضى عنك عشان أعرف أسألك حتى لأنني أنا مش فاهم السؤال الله يحفظك السؤال ايه كان عندي بيت كان عندي بيت كان عندي بيت بيحكي 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 واخي اه اشتراه اه فحبي ياخده وعايز ياخده برخات الثمن عايز ياخده يزعه هاذا اه اه والجعب هو ان هم اه انا بحت البت من وراه فهو اما بحت البت من وراه فجعلانه واطعني وانا رحت قبل رمضان بيوم اطرنته فما قدلت مني خالص ما قدلت ما قدلت مني وحبط على رأسه ورأس مرته واخر حاجة جنيه بدأت اللي حد الله جنيه ينسي اختي لا 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 اياكم جميعا هذا المسلمين جميعا ده بعيدا تماما عن الزكاة الزكاة في مصاريف هاهم يعلمون رجل اصيب بمرض ربنا عفية رب وليس عنده قدرة على مصاريف العملية هل لهم ان يخرجوا جزءا من زكاة المال لهذا الرجل لكن الاخ هو الوسيط الوسيط وهو قال انه لم فلوس كتير او جاله فلوس كتير فهل تدفع المال هي مرة واحدة لهذا الرجل ليجري ؟ وبعد عليه الصلاة والسلام. طب دايما نجأ اسألي يجي اتصال. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. نوتي التلفزيون ونسمع من التلفزيون ونتفضلي. انا امه اشرف. امه اشرف انا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته امه اشرف. اه كنت اعادة اسأل سوال بس اه. ايو نعم. اه هو ينفع الزكاة العمي مجوز عمي جوزي. ينفع الزكاة العمي. او الزكاة المال او الزكاة العمي زوجي. او الزكاة المال او الزكاة الصيام. او الفتح. ينفع. حاضر. حاضر. حاضر يا امه اشرف. في امن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. هل اخوه فعلا له الحق ان يفعل هذا مع هذا الرجل المريض. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا هل يجوز ان نعطي هذا الرجل المريض. هو عايش معقول ولله الحمد لله لكن مريض ولا يستطيع التحمل اعباء العملية او العملية. هل نستطيع ان نعطيه من زكاة المال. نعم. نعطيه من زكاة المال. ونعطيه من الصدقة ايضا ان وجدت. لان التداوي اصبح ضرورة من الضرورات وهو ضرورة ملحة في حالة اجراء العمليات الجراحية. طيب هل يمكن ان نقصت له ان كان الله عز وجل وسع واسر بقيمة العملية. ان نقصت له الزكاة. فنعطيه له مثلا قدر قدر. يعني شهر شهر. مثلا مبلغ مبلغ. يجوز ان نفعل هذا مع الوكيل وليس منا. يعني احنا اذا نعطي مننا احنا للفقير مباشرة او للرجل صاحب العملية مباشرة نعطيه المال كله. انما لو في وكيل في النص وهذا الوكيل بيجمع مني ومن غيرك ومن غيرك ومن غيرك. ثم يعطيه على حسب حاجاته ونفقاته كل شهر مبلغ. ففي هذه الحالة نقول يجوز ان الوكيل يفعل هذا ويقصت له الزكاة. والوكيل في هذا اشبه بالجمعيات. احنا بنعطي كل زكاواتنا للجمعيات. هل كل الجمعيات يا سيد احمد بتتلقى ما شاء الله ملايين؟ هل هذه الملايين بترميها مرة واحدة للفقراء؟ ولا هناك اسر مسجلة عند هؤلاء الجمعيات بتعطيهم نفقات شهرية او مرتبات شهرية منين؟ من وارد الزكاة ومن وارد الصدقات. وده اللي كان بيحصل في بيت مال المسلمين زمان ايام النبي عليه السلام والخلفاء ان بيت المال بتجتمع فيه جميع الاموال وانواع الصدقات والزكاوات ثم عامل بيت المال او الخليفة يأمر باعطاء كل اسرة ولا كل رب اسرة ولا كل رجل ولا كل كذا قصة حسب حاجاته كما هي القاعدة في المعاملات المالية في الاسلام من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته. فيجوز ان الوسيط او الوكيل يقصت ايوا نعم يجوز الوكيل يقصت وانتم من ساعة ما سلمتوها لاخوكم او لاخوك فقد اجزأت الزكاة عنكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد. عليه السلام والسلام. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. اهلا مرحبا. اهلا بيكم طبعا جزاكم الله كل خير على البقنان. السيد احمد اهلا مرحبا. اولا اهلا بيكم اول الدعاء لنا من المسلمين اجمعين. يا رب. وآآ كنت عايز اسأل عن حكم الاسبال. حكم. الاسبال. الاسبال. حاض. اه. وهو عليه اسم ولا معلوش اسم. حاض. ومعليش فيه شؤال تاني. آآ كنت عايز اعرف زكاة الفطر يعني وهلي انت اخراجها مال ولا هي حبوب بس ولو مال هتوقفين يعني. احنا لسه مجاوبينه في اول حال انت لسه جاي عم احمد ولا ايه حاض. 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 زكاة الفطر. وعليكم السلام عليكم الله. مال حاض. ايه. تمام. من ضمن شروط الوحدة ان انا ادفع لو استلمت الوحدة ان انا ادفع 350 جنيه كحدة ادنى بزيادة سنوية 7% لمدة 20 سنة. هو ده الكلام 7% زيادة سنوية اه. لمدة 20 عام. فنعاد اشوف البنك والمحافظة الخنزية. هي هي دي اللي شيخنا يكلمك عنها الزيادة السنوية ب7% دي. حاض. اشوف فيها ربابا ولا. حاض. حاضر حاضر حبيب. في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. في سؤال من على صفحة البرنامج ارجو يا شيخنا الكريم اجبني ان في شخص بيعمل كل اللي نفسه فيه ويلعب بمشاعر الناس. ولما حد ينصحه يقول احنا في النهاية هندخل الجنة. على الرغم من انه على درجة عالية من العلم برجاء الرد لانه بيلعب بتاعب ناس كتير وناس كتير سامحيته. انا مش قادرة مش عارف اسامحه او في ناس يعني خايفة انه هو يكون كده يعني ايه في اهانة وكده. فانا معرفش ازاي بيلعب بالناس لكن مش فهم السؤال لكن لو هو بيلعب بمشاعر الناس تعالوا مثلا ارتباطات مشروع زواج السؤال غامض نعم. ما تخلينا نقول للكاتب السؤال احسن. عشان لما نجاوب نجاوب على محل السؤال واضح بدل ما يعني هو او غيره ياخد كلمتين ويطير به ما يقول لك الشيخ قال. السؤال بيلعب بمشاعر الناس دي السؤال. يعني بيلعب بمشاعر الناس فمش واضح الكلام. اه كلام واسع. اه كلام اه. طيب شيخناك كريم. اه جزاكم الله خير. اختنا امات الله ربنا يبارك لها يا رب العالمين عند كد الكتاب الاهل موجودون والزوج وهي. اه لكن يبدو ان المأذون لم يتلفظ بالصيغة. انما اكتفى بالتوقعات وبالانضاءات. وقال الصيغة عند الايه عند الاشهار. ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عليكم الشيخ شعبان. الله يسلمك من كل مكروه مسوك. والله انا يجد في السن سبسال في 2000 كان حصل مشدة بيني وبين اا 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 اخ مراطي. مشدة كده وانا حدت مطبع صبع شوية ده ساعة 2000. فقال طلع طلع ما يدخل شايتك. طلع ما يدخل شايتك. ما حكمي بيديد بدل وقامل ايه. وانت كد. وانت مدخلتش من سنة 2000 لحد 2016 شايته لحد النهاردة. اه. ها؟ طيب وكان في نيتك الطلاق فعلا وعلقت يمين الطلاق على دخول الشقة عم الحج؟ لا 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 مش نيت الطلاق مش نيت الطلاق حاضر صلتك من تسمع شوية ومعاندي خليك معك خلاص حاضر ربنا يحفظك عم الحج ربنا يديك الصح حاضر حاضر فمن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخنا الكريم العقد كده طيب ناخد بالاتصال اخير عشان نلحق نجاوب السلام عليكم عليكم السلام وبركاته اهلا ومرحبا انا بحضرك محمد بن اسكندرية ساذ محمد بن اسكندرية اهلا ومرحبا اهلا بك السلام سلامنا لكم للشيف شعبان الله يحفظك بسليمك بكل مكتور مسوق فضل بقول لي حضرتك دلاتي بنسبة زكاة الفطر قال لي اجوز ان انا مثلا هتطلع مثلا على سعر الروز تمام؟ الارض نعم طيب بمقدار الايمة المالية بسعر الروز يمسل ان انا طلع بدا مجيب من المبلغ كله مثلا رز اه اطلع بي اه رز مسلا اجيب من المبلغ رز وجزء زيت مسلا جزء سكر ولا لازم اجيب المبلغ كله رز اه يعني انت هتشتري مسلا ارز سكر زيت مسلا مكارونة وعايز تعمل واجبة كده للأسرة انت هتودلهم الحاجة دي صح؟ اه وينفع اعمل بيه كذا وكذا وكذا يعني ولا لازم اجيب بي بيه جرز كله عشان ابقى اصدت السنة كده حاضر حاضر ربنا يتقبل منا ومنكم حاضر يا سيد محمد نكتفى يا سيد ايمان بالتصالات عشان نستطيع الشيخنا يستطيع الجواب العقد كده كتب ولا لم يكتب الشيخناك كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نحن الان امام عقد رسمي تمام ولكن بقي العقد الشرعي والناس للأسف الشديد كأنها تجعل هناك انفصاما بين العقد الشرعي وبين العقد الرسمي بمعنى احنا كتبنا كما هي عادة كل الازواج تقريبا بيعملوا كده يروحوا يكتبوا الاوراق عند المأذون في مكتبه ويمضوا يوقعوا كل شيء وبعدين يجي بقى في مجلس العقد في المسجد نعلن الاشرار ويتبادل الطرفين الصيغة زوجتك قبيلته فالسؤال هنا بقى هل النكاح وطبعا الاخت انقطع عنا الاتصال مكملش السؤال هل النكاح نحن عقد بالعقد الرسمي ونحن لسه ما تبدلناش الصيغة بين الطرفين الولية وبين الزوج المسألة فيها خلاق بين اهل العلم وهذه شأنها شأنه الطلاق بالكتابة هل النكاح بالكتابة كان معي مشكلة يعني سئلت السؤال ده امس بس بعد ما حددك تخلص زي ما بيقولون الطلاق بالكتابة كتبنا الوراء عند المأذون وما طلفص الزوج بالطلاق فهل يقع الخلاف في المسألة بتاعت الطلاق بالكتابة دون التلفز هو نفس الخلاف الورد في مسألة الكتابة اللي هي العقد يعني كتابة دون التلفز بالصيغة الشرعية الشافعية والحنابلة يقولون إن كتب يعني وقع طلاقا او نكاحا اه ونوى بهذا العقد الشرعي تعالى عند المأذون ايه مجرد وجوده مانية ده انت بتقول كده اه لكن التانين ما بقولوش كده مخطفينه يعني ولا ايه انا مرحب لو وقع على الطلاق وهو يقصده ينوي لأن الكتابة وحدها غير كافية في إثبات الطلاق الشرع وكذلك الكتابة في العقد هل بمجرد الكتابة دم العقد اللي يبى لازم الصيغة لابد إما النية عند التوقيع وإما أن نتبادل الصيغة سواء في مكتب المأذون ولا هناك في المكتب مش القرينة دي فيها نية زي ما احنا بنقول للواحد لو قام شرب قرينة شيء والبينة شيء وقام يتصحر وشرب مية وفتح التلاجة قبل الفاجر مش ده صحور ودين نية بتاعته دي القرائن في الأعمال العبادات لكن احنا بنكلم في عقود لابد أن تكون مبنية على البينة وليس على القرينة الأفضل أن يكون الطلاق ما تتعاملوش معاملة المعقود عليها وعلا وله إلا بعد إن شاء الله عز وجل ما يتبادل الطرفين الولي والزوج الصيغة الشرعية ليكون هذا أحوط لعقد نكاحكم بدل ما احنا قاعدين نقول الحنبلة والشفعية أجازوه مع النية والملكية والحنفية منعوه تماماً المشكلة بقى اللي عرضت علي أمس هو الزوج هداه الله والزوج هداه الله اتفق معاً على الطلاق تمام؟ وذهب إلى المأذون تقريباً أول أمس اليوم الأحد تقريباً والمأذون هداك الله هداك الله مش عارف إيه لا لا نحنا الطلاق طلاق خمس مرات وبعد كده مضى ومضت والشهود مضوا بعد كده قال لا أنا عايز مراتي وهو لسه عند المأذون فالمأذون قال له إيه قال له لا الكلام ده بقت رح تسأل فيه أي إيه حد تاني نقول تلك كذا وكذا وكذا وهل وقع الطلاق بهذا تم والاتفاق وأبرته في حاجات والمهر خصم منه حاجات وحاجات كده لكن في النهاية هو مرضيش يتلفظ بلفظ الطلاق لا يقع لا يقع الطلاق لأن النية الجأزمة عدم التطليق وإن كان وقع بالكتاب ده هو رايح يطلق بلاش عم الصورة دي ممكن نكتب كل شيء ونوقع على كل شيء ونمشي ويجي بالتلفون بعد ما نوصل للبيت الزوج ولا الولي يقول المأذون لو سمحت إحنا اختلفنا والورقة اللي عندك دي الغيهاء وارد ولا مش وارد الاحتمال ده يبقى ده تم النكاح؟ لا طبعا الأفضل لازم يتلفظ لازم التلفظ لازم التلفظ لأن انا قلت له هاسأل الشيخ ويمكن علي نسيت اسأل حضرتك والسؤال جاب السؤال ربنا يبارك في حضرتك لكن طبعا بالعكس بالعكس ده زواج ربنا يتمم لهم على خير ويحفظهم يا ربهم ما يكونش فيه أي حاجة وحشة أمين يا رب العالمين وأسأل الله أن يخضم ما بينهما أمين الأخ أحمد جار له يتعامل معه يعني بالإذاء ربنا يعافينا وعافيه وما فيه السلام ولا كلام فهل لو لم يقل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني يرد له الإساءة بالإساءة هو ما يردش عليه السلام أو يلقي عليه السلام فهو كمان ممكن ما يسلمش عليه يكون عليه وزر الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يا أستاذ أحمد ما إحنا لسه ذكرنا للأخت التي تتحدث عن أختها التي تصلها وهي تقطعها نعم وقلنا خليك أنت يا أستاذ أحمد الأخير وخليك أنت الأصلح وخليك أنت الأحلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام خليك أنت خيرهما الذي تبدأ بالسلام والذي تصل حتى وإن قطعك فإن هذا هو الوصل الحقيقي وأنت أجرك محفوظ عند الله عز وجل وهو نسأل الله عز وجل أن ينصره على نفسه وأن يتوب علينا وعليه هو محروم من الأجر ومحروم من صلة للصديق وصلت الجار والإحسان للجار لكن أنت لا تعالج خطأه بنفس الخطأ مثله فإن قطعك قطعته وإن وصلك وصلته ليس الواصل بالمكافئ ليه وحده أصد وحده وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها فخليك على إلقاء السلام حتى لو لم يرد عليك طب لو قال له ما تكلمني شو ما كلمك شو؟ ما ليش دعو بي بعد عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن رد فبها ونعمة وإن لم يرد فإن الله سيقيد لأخينا أحمد من هو خير من هذا الرجل الجار فيرد عليك ملك سيرده عليك أنت كسبان كده ولا خسار يعني يلقي عليه السلام يعني كسبان يعني ولا يبالي كسبان صحيح وإن شاء الله هو مأجور أمين يا رب العالمين مسألة الراجل اللي يعني ذكره وأنه مش هركة في المقابر فهل لهم أن يردوا لهم ما له وعشان ما يدفنوش معه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد الله أعلم تبارك وتعالى بحقيقة الأمر لكن إن كان الأمر كما قال أخونا السائل والعهدة عليه صلى الله عليه فإنه يجوز لهم في هذه الحالة أن يردوا إليه قيمة شراكته معهم في مقبرتهم وأن يستقلوا بهذه المقبرة لأنه حسب ظنهم أو زعمهم أو قولهم والله أعلم بالصواب والحقيقة لا يريدون ديوسا يكون معهم في مقبرتهم فيجوز لهم أن يردوا إليه قيمة الشراكة من غير بخس ولا ظلم ويستقلوا بمقبرتهم ثم يجب عليهم الستر وليس الفضيحة سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة والله تعالى أعلى وأعلم رغم عدم وجود البيانة لأن الأمر والرامي والقصف حتى هو نفسه المتصل ليس عليه عنده دليل لأن الأمر ده ما عايز أربع شهود والشهود يعني يكونوا يعني الأمر ربنا يريد الستر ربنا يحفظ جماعة طب لو الأخ رفض بشدة وقال لا أنا مش أخرج من المقبرة وده وارد وأنا دي مقبرتي وأنا شريك وأنا بتاعتي زي ما بتاعتكم نشوف الحلول الودية معاه حتى لا تكون هناك مشحنة ولا مشكلة صحيح آآ أمات الله قالت أن هي أنت حضلك ردت على أختنا وانت لها لا غير النية وخلي المسألة إيه آآ قضاءا عشان يبقى جاذب أخ تصل الدعاء لي ولأولاده نعم سأل الله أن يصلح حالنا وحاله أن يصلح أحوال أبنائه وبناته وأبنائنا وبناتنا ونسائه وأبناء وبنات المسلمين يا ربي إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمات الله سلامتك ألف سلامة وجعل الدروس صعب يعني ربنا يعافي الجميع أفطرت اليوم بسبب ألم الدروس الشيخنا الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أولا شفاها الله وعفاها ومرضانا وجميع مرضى المسلمين ثانيا تاب الله علينا وعليها إن كان الأمر كما ذكرت فاضطرت لأن تفطر حتى تتناول علاجا أو دواءا مسكنا فنسأل الله أن يغفر لنا ولها لكن قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام يوم بيوميا فإن شاء الله عز وجل تصوم في مقابله يوما قضاءا بعد رمضان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيضا صلى الله عليه وسلم تعمل إيه مع أخيها اللي مش عايز يصالحها ومش عايز يكلمها اللي أحد ظلم بين يوم وبينك بسبب البيت اللي هي بعيته وما كانوا شركة فيه لأبدو اللي بعيته من وراء نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أولا صحيح هناك مبدأ معروف شرعا وقانونا ومنطقا ألا وهو أن المالك يتصرف في ملكه كما يشاء إما بيعا وإما هبةا وإما هدي فعلى هذا الأساس على ضوء هذا المبدأ الأخت بارك الله فيها باعت البيت من وراء أخيه دون علم أخيه لكن هناك مبدأ آخر ألا وهو مبدأ الشفعة أولى الناس بالشفعة هم الجيران والأقارب يعني أنا عندي بيت عايزة بيعه في هذه الحالة أشوف الجار إن كان له نفسي في البيت أو في المدينة لو عنده رغبة أم لا في شراء البيت أولا أعرض عليهم فإن كان لأحد الأقارب أو الجيران أو حتى الأصدقاء أصبح لهم حق برضو الصديقة على الصديق أشوف هؤلاء فهم أصحاب حق الشفعة فإذا كان أحد من هؤلاء يرغب في شراء البيت أهلا وسهلا دون بخص دون بخص أما كما ذكرت أختنا السائلة فهو كان يريد أن يشتري البيت ببخص منها عشان هيبيعوا ويدوروا لا ببخص لا أيوليك حق الشفعة عشان أنت أخ إنما من غير بخص زي الغريب ما ياخده هتاخده ولو أنا تنازلت عن شيء من القيمة عشان تبقى أنت مميز عن الغريب بشيء يسير خمسمية ولا ألف ماشي إنما رغما عني فهذا لا يجوز وبالبخص أيضا لا يجوز فلا شك أخوك مخطئ إن كان الأمر كما ذكرتي وأنت أديت ما عليك إنك رحتيله واعتذرتيله وتأسفتيله حتى لزوجته اللي هي أصلا لا دخل لها في القصة ولا هي من رحمك في شيء لكن أنت فعلت خيرا إنك حاولت التودد والصلة والاعتذار فإن قبلوا فبها ونعمة لك ولهم وإن لم يقبل كما ذكرت في السؤال فأنت أديت ما عليك لكن لا تخاصمي ممكن ما نتعشر شئاء ما نتخلط شئاء لكن لا نخاصم لو قابلتي في أي مكان السلام عليكم أيها مش عايزة تخاصم أيها أنا فاهم أنا بنقول لا بقى في النهاية أنت أديت اللي عليك وخليه هو بقى إيه في اللي هو فيه ولكن مش معنى كده إنك عشان هو مقبلش الاعتذار وقال لك دنيا وآخرة تحرامي علي ولا مش عارف إيه ولا الكلام دي إن لو قابلتي بكرة ما تسلميش لو قابلتي بكرة قبت السلام سواء قبل أو لم يقبل سواء رد أو لم يرد فإن رد فبها ونعمة وإن لم يرد قيل الله لك ملكا يرد عنك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها صلى الله عليه وسلم معي خمس دقائق ومعي بعض الأسئلة أيضا أم أشرف ينفع زكاة المال لعمت زوجي وعمته أو لعم زوجي وعمته لها صدقة معذرة صدقة الفطر وليست المال الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعده سواء زكاة المال أو زي ما قالت أختنا قالت صدقة الصوم لا الاسم ده غلط هذه التسمية خطأ اسمها صدقة الفطر النبي سماها صدقة الفطر من رمضان وليست صدقة الصوم فسواء زكاة المال أو صدقة الفطر يجوز أن نعطيها للأقارب أيوة الأقارب الفقراء أولى والجيران الفقراء أولى والأصدقاء والأصحاب الفقراء أولى من غيرهم من الفقراء سواء كان عم الوالد واللي عمته أو غيره من الأقارب والله أعلم أمين وعامت المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أي صلى الله عليه وسلم حكم الإسبال الإسبال مختلف فيه عند أهل العلم فقد ذهب الحنابلات عليهم رحمة الله تعالى إلى تحريم الإسبال على كل حال سواء كان بعجب وكبر وخيالاء أو كان حتى بمجرد الإسبال من غير كبر ولا خيالاء ولا عجب وقد اعتمد الحنابلة في ذلك على أحاديث صحيحة قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه لم ينظر الله إليه يوم القيامة فهم اعتبروا هذا الحديث وغيره مما في معناه أن كل إسبال محرم بل قالوا في التفصيل أن الإسبال من غير خيالاء وكبر محرم والإسبال بالكبر والخيالاء أشد حرمة أما جمهور الفقهاء من الشافعيات والمالكية والحنفية فقد منعوا الإسبال في حالة واحدة إذا كان بعجب وخيالاء لما ورد عندهم من حديث أبي بكر رضي الله عنه يعني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيالاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إن ثوبي يسترخ مني إلا أن أتعاهد ذلك منه قال يا أبا بكر أنت لست ممن يصنع ذلك خيالاء فبان للجمهور أن من يصنع ذلك خيالاء هو الحرام وأما من فعله من غير خيالاء يعني عادة قومه فإنه ليس بحرام رأي الحنبلة عندك هو بأذلتهم ورأي الجمهور عندك هو بأذلتهم ورأي الجمهور عندك هو بأذلتهم وأن شخصيا أمير إلى قول الجمهور لأن هذا من باب إعمال الخاص مع العام تقييد العام بالخاص يعني الجمهور استدلالهم أوجه من استدلال الحنبلة في هذا المقام والله اعلم صمعد الحالสnam registration وبرك على النبي محمد زكاة الفطر ما ينفع زكاة المال ملابس زكاة المال فطر جاوبنا كثير السؤال جاوبنا هذا السؤال كثيرا ومع ذلك نقول يا اخوة يا اخوات زكاة المال مال وزكاة الفطر فطر وزكاة الماشية ماشية وزكاة الحصاد حصاد وزكاة الفطر من الفطر خاصة وقد وردت الاحاديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام جزاكم الله أخيان شيخنا الكريم مسألة الزيادة 7% يدفع 9000 جنيه وليس 350 جنيه كل شهر نعم الحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أخونا يسأل يقول هل هذا من الربى لا ليس هذا من الربى هذا هو الربى نفسه هذا هو الربى نفسه جزاكم الله أخيان شيخنا الكريم فليبتعد من سنة 2000 قال له في لحظة عصبية أنا مش هخش بأشايتك تاني قال طلع ما أنا داخل بيتك تاني وما دخلش الحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله وبعد سامح الله والدنا المتصل أو أخانا المتصل 16 سنة وانت ما أردت حماك أو أخو زوجته ده حماها رقم 2 ففترة طويلة جدا وكان يمكنك من ساعتها زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين وراء غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه يعمن زور الناس وادخل بيتهم وبالتالي يكون يمينك السابق وقع وبعد ذلك الحل ذكره لنا رسول الله بقول عليه الصلاة والسلام يكفر عن يمينه أولا بالتوبة لأنك حلفت يمين خاطئة والنبي يقول من كان حلفا فليحلب بالله أو ليصمت ثانيا عليك كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين إن استطعت وإلا أن تصوم ثلاثة أيام والله أعلم أستاذ محمد جزاق الله خمشيكنا كريم يعني صدقة الفترة تبقى أرز وسكر وزيت يبقى كرتونة كده تروح للفقير الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الزيت والسكر ليس من المطعومات التي تكال يبقى خلينا في الحاجات اللي خلينا في الحبوب الأرز بقى والمكارون هي المجزئة ولو أنت عايز بقى تزاو المكارونة دخلة معنا؟ المكارونة دخلة طبعا والخسولية والتقيق أه نعم الرز والمكارونة من أشهر طعام الناس النهاردة جزاق الله خلي الأساس هو ده زكاة الفطر وينوسع الله عز وجل لعليك بعشر خمستاشر جنيه حط مع الشنطة إزاز الزيت وكيس سكر أزاكم الله خير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ممكن الزكاة لتارك الصلاة ينفع أو لم ينفعش؟ لو دفعنا زكاة الفطر أو زكاة المال لتارك الصلاة رجاء أن يصلح الله حاله وتأليفا لقلبه ليعود إلى الصلاة فبها ونعمة أما أن نعطيه لمجرد الإعطاء فلعله أن يفسد بها غاية الإفساد فنقول الفقير المصلح حينئذ سيكون أولى منه مليار مرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام جزاق الله خير الشيخ الحبيب الشيخ شعبان درويش بارك الله فيكم وعصر الله لنا ولكم تعكم الله اللهم مننا تعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم المشاهدون الكرم والمشاهدة الكلمات هذا بالله التوفيق سبحانك الله ومحمدك أشهدوا لا إله إلا أنت أستغفرك ربي أتوب إليك دمتم في طاعة إله والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا نجالا نوحي إليهم فاسألوا أهلا ذكر إن كنتم لا تعلمون